بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة من دقة كلمات القرآن أن كل حرف فيه وضع في مكانه الدقيق حتى على مستوى حروف الجر أحببت أن أوصل لكم مثالا اليوم الله تبارك وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أكرر آية تحذر كل إنسان يسهو عن صلاته تحذر كل إنسان ضل عن صلاته ابتعد عن الصلاة نسي الصلاة سهى عنها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هنا حرف الجر عن عن صلاتهم كأنه يريد أن يقول لك أنهم خارج هذه الصلاة تماما لا ينتبه للصلاة لا يفكر بها لا يتذكرها من رحمة الله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون لما نجى إلا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة لماذا لأنه لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون من منا لا يسهو في صلاته من منا لا ينسى من منا كل ابن آدم خطاء النسيان صفة من صفة الإنسان لذلك سمي بالإنسان لأنه كثير النسيان فانظروا أيها الأحبة دقة القرآن الكريم لم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون كارثة كانت بينما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون أي أنه غفل عن الصلاة لم يصل من أصله لم يتذكر الصلاة من أصلها أحببت فقط أن أوصل لكم هذه المعلومة الدقيقة التي تدل على أن القرآن ليس كلام بشر إنما هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين